بداية النشرة الاقتصادية مساء الخير بحث الواقع الخدمي في حلب والتأكيد على ضرورة بدل كل جهود لتحسينه وتوفير الخدمات للمواطنين كانت محاور الاجتماع الخدمي الموسع الذي عقد في القصر البلدي بحضور المهندس حسين مخلوف وزير إدارة المحلية والبيئة والمهندس بشر يازجي وزير السياحة الدكتور نيزار يازجي وزير الصحة ومحافظ حلب حسين دياب والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي لأنس رمضان بتكليف من رئيس الحكومة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وبهدف الاطلاع للواقع الخدمي في حلب قام وفد حكومي بزياء إلى حلب التقوا خلالها مع مخافظ المدينة الذي قدم بدوره لمحا عن الوضع الخدمي بيّن فيه أن الخدمات في حلب ليست بالمستوى المطلوب نتيجة النقص الحاصل في بعض الجوانب الخدمية ووجود حالات خلال وفساد في العديد من المؤسسات الخدمية نحن قدمنا إلى حلب لنقول لأهل حلب كل عام وأنتم بخير لنقول لجيشنا الباسل كل عام وأنتم بخير لنتفقد المشافي فتم زيارة المشفى العسكري في محافظة حلب وتم الإطمئنان على الجرحى الموجودين وإن شاء الله في الشفاء العاجل تم الزهاب إلى مشفى الرازي لرؤية أو تتبع الواقع الخدمي بالنسبة للمشفى وخصوصا في أيام العيد تم الاجتماع مع المكاتب التنفيذية في محافظة حلب لرؤية الواقع الخدمي بشكله الحقيقي في جميع القطاعات والنقاش حول هذا الموضوع كل واقع على حدة طبعا لنكون مع أهالينا بحلب التي تشهد انتصارات بواسل جيشنا العربي السوري وفتح طريق الراموسي واستعادة الكليات والحقيقة بدأت زيارتنا بتفقد ورشات إعادة تأهيل هذا المدخل وأيضا الاهتمام الكبير الذي تقوم به أجهزة المحافظة لهذا الأمر أيضا كان مجال للقيام ببعض الزيارات واليوم كما ترون حضرنا اجتماع مع كل فعاليات محافظة حلب والاستماع لكل المقترحات والمطالب التي تهم حلب بإعادة تأهيل المناطق المحررة وخصوصا منطقة الليرامون التي فيها مواقع إنتاج وكما تعلمون نؤكد أن الأولوي بإعادة تأهيل لمواقع الإنتاج ومنها المناطق الصناعية والمدن الصناعية أيضا طريق الكاستيلو البنى التحتية الاهتمام بالحدائق بالنظافة العامة بالقطاعات كلها قطاع التربية قطاع الصحة قطاع المحروقات سمعنا كل الطروحات وتم علاج ما يخصنا كوزراء موجودين وأيضا سيتم نقل ما يخص زملائنا في الحكومة لمعالج كل هذه القضايا لذلك اليوم نحن كان من خلال اجتماعنا من خلال جولاتنا كان فيه استعراض للبرنامج وأنا بعتبر إن شاء الله رح يكون فيه مرحلة جديدة بحياة حلب من خلال برنامج غني ومميز يستهدف تفعيل الإنتاج يستهدف مكافحة المظاهر التي تسيء لأهل حلب بشكل عام وأيضا بعض المظاهر التي عانى منها أهالي حلب وخاصة اليوم نحكي أيضا بتفعيل الإنتاج وبعض التفصيلات المهمة من أجل تفعيل الإنتاج ومن أجل أيضا تقديم كل ما يزلل الصعوبات والعقبات أمام عودة الخدمات إلى حلب وكان الوفد الوزاري قد قام بجولة على مركز خدمة المواطن في القصر البلدي تم خلالها الاطلاع على واقع المركز والتأكيد على توظيف المركز بشكل أفضل وزيادة عدد الخدمات التي يقدمها للمواطنين كما تمت زيارة مشفيي الرازي والشرطة ومتابعة الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية المقدمة بلغت مبيعات فرع مؤسسة عمران في محافظة السويداء حوالي ثلاثة مليارات ليرة سورية منذ بداية العام وحتى تاريخه مدير فرع المؤسسة في المحافظة ياسر ملاك أشعر إلى أن مبيعات الفرع ازدادت على عكس الفترة ذاتها من العام الماضي والتي وصلت إلى حدود سبعمائة مليون ليرة سورية وذلك نتيجة ازدياد الطلب هذا العام على مدى الإسمنت بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المحافظة تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس يرافقه محافظ حما ورئيس مجلس المدينة عددا من المشاريع الحيوية في محافظة حما تفاصيل أوفى في التقرير التالي قام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الحيوية بمدينة حما حيث اطلع برفقة المحافظ ورئيس مجلس مدينة حما على مشروع عقدة الشريعة التي انتهت المرحلة الأولى منها كما زار منطقة مشاعر جوزة والتي بدأت محافظة حما بتنظيمها حديثا هذه الزيارة اليوم وقعتنا على احتياجات المحافظة من كل المستلزمات إن كان تموينية وإن كان احتياجات إغاسية ومن خلالها كذلك الأمر فقدنا بعض المشاريع اللي متل ما تشوفوا اليوم جسر الشريعة هذا الجسر الحيوي والمرفق ومرحلة من مراحل مهمة في عقدة الشريعة وكان الهدف من هذه الزيارة أن نضع برنامج زمني لوضع هذا الجسر والطريق الواصل بين الطريق الأول والطريق الثاني ضمن إن شاء الله هذا العام نحن حاليا نعمل في مشروع عقدة الشريعة هو مشروع هام واستراتيجي في مدينة حما يربط ما بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية ما بين حيين حي الشريعة وحي الشرقي هذا المشروع يشكل رابطة الوصل ما بين هذين الحيين ويخفف الضغط عن باقي العقد المواصلاتية الطرقية فوق نهر العاصي ونحن الآن قد أنهينا المرحلة الأولى وهي جسم السد فوق نهر العاصي وفي طور الإنهاء أو بدء بإنهاء المرحلة الثانية استمرار المشاريع الحيوية في محافظة حماي يعكس الاهتمام الكبير الذي تليه الحكومة لهذه المحافظة التي لم تسلم كغيرها من اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة أكد المهندس أحمد القادر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال جولته في محافظة درعة واجتماعه مع رؤساء الدوائر والأقصام التابعة للوزارة في المحافظة على أن الوزارة عزمة ضمن التوجه الحكومي على دعم القطاع الزراعي والصناعات الزراعية وتجهي الزراعات الأسرية من خلال تقديم المنح كالبدار ومسلزمات الإنتاج كذلك دعم قطاعي الدواجن والأبقار وزير الزراعة أشار إلى أن محافظة درعة تنتج حوالي 45% من محصول البندورة في سوريا كذلك بالنسبة للمخاصيل الاستراتيجية أدشن وزير الزراعة برفقة محافظة درعة وأميني فرعي درعة لحزب البعث العربي الاشتراكي منتزه البانوراما أكبر المنتزهات في مدينة درعة بعد تأهيله خلال الشهرين الماضيين بالتعاون ما بين مديرية الزراعة ومدينة درعة كما تفقد عمال مركز إزرع التابع للمؤسسة العامة لإكثار البدار كما تفقد أحد أكبر مشاريع إنتاج البندورة في المحافظة والبريغة مساحته نحو ألف دنم واستمع من القائمين على المشروع عن التسهيلات التي تقدمها المحافظة للفلاحين ومطالبهم طبعا أغلب المقترحات التي استمعنا فيها من خلال لقاءاتنا ما أخذنا الفلاحين والمعنيين بالقطاع الزراعي تركزت بتأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها إلى الإخوة الفلاحين إضافة إلى نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى مناطق الاستهلاك إضافة إلى رؤية المعنيين بالقطاع الزراعي باستثمار المساحات الغير مزروعة منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات هناك آلية تناقش حاليا لاستثمار هذه المساحات وخاصة بزرعتها بمحصول القمح والشعير لدينا في وزارة الزراعة آلية عمل سيتم تطبيقها خلال هذا الموسم من خلال تشكيل لجان مكانية ولجنة فرعية على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ الخطط الزراعية بدءا من الزراع وصولا إلى التسويق قالت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا أنها قد تفرد حضرا مؤقتا على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية مرتبطة بالصحة النباتية من مصر الهيئة لم تكشف عن قائمة المنتجات التي قد تحضيرها لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بصحة نباتية من جانب القاهرة قبل بدء توريد إمدادة الفواكه الحمضية الضخمة إلى روسيا والآن نتقى المشاهدين إلى أسعار العملات والمعدن ونبدأ بأسعار صرف الدولار وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل الدولار في الحوالات الشخصية 514 ليرة و85 قرشا وفي شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا اليورو في الحوالات الشخصية 573 ليرة و85 قرشا وفي شركات الصرافة 582 ليرة و10 قرش أسعار الذهب العالمية فيها سعر الأونسة عالمية سجلت 1329 دولارا للأوقية الوحدة أما أسعار الذهب في السوق المحلية فيها جرام الذهب عيار 21-19500 ليرة سوريا وجرام الذهب عيار 18-16714 ليرة سوريا أخيرا أسعار النفط العالمي فيها سعر خام برينت 47 دولارا و58 سنة أما الخام الأمريكي 45 دولارا و38 سنة مشاهدين النشر الاقتصادي انتهت